لدى استقبال سموه لوفد اقتصادي كواتي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن كل إنجاز يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس التعاون أصبح ضرورة لترسيخ مسيرة تعاون مجلس التعاون وأن التعاون الثنائي بين دوله يصب في صالح هذه المسيرة الخيرة منويا سموه بحرص مملكة البحرين ودولة الكويت على دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بينهم بضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالاستثمارات الكويتية في مملكة البحرين والتي تعكس بجلاء حرص دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مسندة مملكة البحرين ودعمها استثماريا واقتصاديا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم وفدا اقتصاديا من دولة الكويت الشقيقة برئاسة معالي السيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات البحرينية الكويتية المتميزة وبمستوى التعاون القائم بينهما وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيز علاقتهما وترسيخ تعاونهما ثنائيا وخليجيا مشيدا سموه بمواقف دولة الكويت الشقيقة وقيادتها الحكيمة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في مختلف المواقف وهم يجسدوا مدى التفاهم والتنسيق بين البلدين الشقيقين في شتى الميادين ورحب سموه بالوفد الاقتصادي الكويتي ونوها بأهمية زيارته في توسيع أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري البحريني الكويتي وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إنما يجمعنا بالأخوة في دولة الكويت الشقيقة من علاقات وتفاهم أكبر ما أن تصفه الكلمات فهي علاقات مصير مشترك ووحدة قائمة على وشائج متينة وحرص متبادل على ترسيخ أسس تعاون وطيد يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا سموه أن البلدين الشقيقين لا يقلون جهدا في تطوير مستوى التعاون بينهما في المجالات كافة والاقتصادية بشكل خاص وأن الأمكانيات التي يمتلكها كل منهما تسهم في تحقيق مزيد من الشراكات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين أعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي وأعضاء الوفد الاقتصادي الكويتي عن خانص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتنمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات مؤكدين أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحظى بالتقدير لما يتمتع به سموه من رؤية حصيفة وحكمة في التعامل مع كافة القضايا المحلية والإقليمية والدولية منوهين بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من نماء متواصل في كافة القطاعات بما يترجم واقع العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرنا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين والتي يمكن من خلالها تطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر